اشتركوا في القناة حقوق الانسان التابع للامم المتحدة للفترة ما بين 2019 الى 2021 وذلك بعد الحصول على 165 صوتا في التصويت الذي جرى اليوم الجمعية العامة للامم المتحدة بمدينة نيويورك واكد معالي وزير الخارجية ان هذا الفوز انما يأتي تتويجا للسياسات الحكيمة لعاهل البلاد المفدة في ترسيخ الحقوق والحريات ويعكس ادراك مملكة البحرين لاهمية حقوق الانسان في تحقيق التنمية المستدامة وجهودها الحثيثة على الصعيدين الاقليمي والدولي ونهجها الثابت في التعاون مع الامم المتحدة ومختلف اجهزتها من اجل مواجهة كافة التحديات التي تواجه المجتمع الدولي والتواصل لمستقبل اكثر ازدهارا لجميع الدول وشعوب العالم وانوها معالي وزير الخارجية بالثقة المقدرة التي منحها المجتمع الدولي لمملكة البحرين لتكون عضوا بمجلس حقوق الانسان وللمرة الثالثة في تاريخها لتقوم بدورها بالتعاون مع الدول الاعضاء في تعزيز وتطوير حقوق الانسان على المستويات كافة اشتركوا في القناة